أفاد ديوان الخدمة المدنية أن نسبة البحرينيين في الوظائف التنفيذية بالقطاع العام بلغت 100% الديوان أكد أن الأصل في التوظيف وفقا لتشريعات الخدمة المدنية هو توظيف البحرينيين ولكن في حال عدم توفر المرشحين المناسبين لشغل الوظائف الشاغرة فيمكن اللجوء لتوظيف غير البحرينيين وقال بأن نسبة الأجانب من شغل الوظائف الحكومية لا تتجاوز الـ 14% واعتبر أنها من النسب المقبولة وفي أماكن تستدعي ذلك مثل القطاع الصحي والتربية والتعليم والكهرباء والماء وأشار إلى أنه في بعض الأحيان لا تتوافر الكفاءات المناسبة في بعض التخصصات بالإضافة إلى أن وزارة الأشغال تعاني من مشكلة تفضيل المهندس البحريني للعمل في القطاع الخاص لذلك يتم تشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع وقال ديوان الخدمة المدنية أنه في حين تهيئ القدرات الوطنية سيتم إحلال هذه القدرات محل العمالة الوافدة وفق خطة زمنية واضحة ترجمة نانسي قنقر